على الرغم من مرور اكثر من عشر سنوات على اعلان تنفيذ مشروع الكابل الناقل للطاقة الكهربائية كيفي 33 الى قضاء الحسينية في محافظة كربلا والذي كلف الحكومة مليارات الدنانير الا انه لم يدخل الخدمة الفعلية فبعد 45 دقيقة من تشغيله تجريبيا في عام 2012 تعرض الكابل الى عطل بسبب سوء تنفيذه والفساد بهذا المشروع الكابل لا يشتغل لحد الان ولحد الان اي نتيجة ماكو احنا نطالب رئيس الوزراء تدخل هاي فساد واضح وامام الاعيان بتحسين وريد تحسين شبكتنا شبكة الكهرباء يعني كل ساعتين يجينا ساعة خطين من منطقة الشمالية الى قضاء الحسينية هذا التقييم ان الشعر اكثر من 4 مليار وكسور ولم يعمل الى سواء 45 دقيقة فقط السلطة المحلية في القضاءة رفضت استنام المشروع من اللجان المقتصر محملة وزارة الكهرباء والشركة المنفذة لا مسؤولية فشله وهدر مليارات الدنانير من الاموال المخصصة للقضاءة الذي يعاني اصلا من انعدام الخدمات الاساسية وفي مقدمتها الطاقة الكهربائية فيما تعالت اصوات ابناء القضاء للمطالبة بمحاسبة المتورطين بهذا الملف مشروع كابل 33 كيبي بطول 14 كيلو يصل الى محطة الحسينية هذا المشروع كان من احد مشاريع 2008 تنمية الاقاليم للاسف اليوم احنا في عام 2021 هذا المشروع لم يبصر النور للاسف يعني تم صرف مبالغ عليه تم تخصيص مبلغ مبدئيا 4 مليارات و300 وكان استعجال وضغط علينا باستلام هذا المشروع حتى نخلي جهة المقاول ويصبح من مشاريع المحافظة لكن بالنتيجة ما اشتعل هذا المشروع صار الاجتماع ورفضنا استلام هذا المشروع للأسف صار استلام هذا المشروع حصنا بدائرة الكهرباء ودائرة الكهرباء الآن حقيقة وبعد هاي الفترة مطالبة بتشغيل هذا المشروع هذا الكابل الاعتبار ان هذا الكابل هو من تخصيصات ليس من تخصيصات الكهرباء ليس من تخصيصات الوزارة هو من تخصيص حصة قضاء الحسينية الكابل الضوي لو عمل في قضاءة الحسينية تيجي كهرباء إلى قضاءة الحسينية يعني ما يقارب 80% ولحد الآن أنت جاي تشوفه جاي تعاني كهرباء ماكو ساعتين بساعتين نفس النظام فنطالب السيد رئيس الوزراء وكل الجهات المعنية بمحاسبة دارة الكهرباء ووزارة الكهرباء الجهة والشركة المنفذة يبدو أن الفساد وسوء التخطيط تسبب بفشل أغلب المشاريع الخدمية بقضاءة الحسينية والذي حرم سكان القضاءة من أفسط حقوقهم فهم اليوم يعانون وضعا ساويا نتيجة انعدام الخدمات والبرى التحتية من كربلا طارق طارق الخفاجي قناة الرشيد الفضائية